موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام وهذه التغطية الخاصة التي سنناقش فيها الأوضاع المتردية في العراق في ضوء التقرير الجديد لمفوضية حقوق الإنسان في العراق والتي اعترفت به بجملة من الانتهاكات التي تخص شريحة الأطفال تحديدا فضلا عن تردي الخدمات وانتشار العشوائيات وغيرها من الأمور التي تكشف حقيقة ما تحاول الحكومة طمسة من وقائع أمام الرأي العام سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي الأستاذ نوري حمدان حياك الله أستاذ نوري مرحبا بك وعبر الهاتف من أمستردام الأستاذ حنان عبداللطيف المدير الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا أستاذ حنان مرحبا بكم وقبل البد مشاهدين الكرام قبل البد بمناقشة محاور تغطيتنا نتابع وإياكم هذا التقرير كشف تقرير جديد لمفوضية حقوق الإنسان في العراق واقعا مأساويا لمجمل سكان البلاد ولا سيم الأطفال حيث رصد التقرير خمسة ملايين يتيم وثمانية آلاف مفقود وأكثر من مليون طفل منخرط في سوق العمل وأظهرت مؤشرات نشرتها مفوضية حقوق الإنسان في العراق المتعلقة بالعام الحالي 2021 أرقاما وأحصائيات كارثية لمجمل أوضاع المواطنين العراقيين في البلاد ولسيما تلك المتعلقة بالحياة والأمن والحريات إلى جانب قضايا التعليم والصحة والبطالة وفقدان الأطفال لذويهم ولفت مؤشر مفوضية الحقوق إلى أن الأطفال الأيتام في العراق يمثلون نحو خمسة في المئة من إجمال الأيتام في العالم الأمر الذي يعكس حجم الخسائر البشرية والمآس الإنسانية التي خلفتها أعمال العنف على أطفال البلاد لم تتوقف الإحصائية الحقوقية عند حدود فقدان الأطفال لآبائهم بل كشفت أيضا عن انخراط مليون طفل في سوق العمل بالنظر لحالة الفقر التي تعاني منها العوائل الفقيرة أما في مجالي التعليم والصحة فقد كشفت المؤشرات عن واقع مرير يعانيه الطلاب في المدارس من خلال حاجة البلاد إلى ثمانية آلاف مدرسة وكشفت أيضا عن أن نسبة تسرب وترك الدراسة بلغت ثلاثا وسبعين في المئة من إجمال المراحل الدراسية ومن ضمنها الكليات والجامعات يشار إلى أن عدد الأيتام الذي اعتمدت عليه مفوضية حقوق الإنسان السند إلى أرقام منظمة اليونسيف وأحصاءات وزارة التخطيط الحالية ووكالات الأمم المتحدة لتختم مفوضية حقوق الإنسان تقريرها بأن السلطات الحكومية في العراق متهمة بهذه المأساة ومتسببة بها لعدم قيامها بواجبها حيال شريحة الطفولة إذا المشاهدين الكرام لمن فاتت المقدمة نناقش في هذه التخطية الأوضاع المتردية في العراق وذلك في ضوء التقرير الجديد لمفوضية حقوق الإنسان في العراق وأجدد الترحيب بأل أستاذ حنان عبداللطيف المدير الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا أبدأ معكم أستاذ حنان يعني كشف تقرير لمفوضية حقوق الإنسان في العراق أن هناك خمسة ملايين يتيم يمثلون خمسة بالمئة من مجموع الإيتام في العالم ما الذي يعكسه هذا الرقم المليوني بشريا واجتماعيا أستاذ حنان السلام عليكم أخي حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام سيد الكريم خمسة مليون طفل يتيم هذا يعني جيوش من الجهلة ستكبر في ظروف الفقر والعوز والأمية واستغلال سوق العمل لهم وأيضا تحويلهم إلى بيادق وأدوات حرب بيد الميليشيات الحكومية والإصابات الإرهابية الذين سيرسلوهم إلى حتفهم إلى الجبهات الأمامية هذا بالإضافة إلى سياسات غسل الأدمغة والأدلجة بكل سهولة لغياب الأهل والأباء الناصحين ونرى اليوم أيضا انتشار المخدرات بين صفوف الأطفال والطلبة لتتحول بعدها هذه الجيوش من الأطفال والشباب القصر إلى مدمنين مدمرين لأنفسهم وللمخيطين بهم ولمجتمعاتهم وكذلك أيضا سيكلفون الدولة سيتسببون بتكاليف كبيرة ستقع على كاهل الدولة وتتحول هذه الشباب إلى طاقات معطلة هذه الإنعكاسات التي ستحدث على 5 مليون طفل إذا لم تقوم الدولة بمثئولياتها وتوفر لهم برامج الرعاية الاجتماعية والتأهيلية والتعليمية والصحية نعم أستاذ نوري كما تفضلت أستاذ حنان تقول بأنه 5 ملايين يتيم ما يمثل 5% من مجموعة تام العالم يمثل جيوش من الجهلة وأيضا هناك انتشار المخدرات بين الأطفال كيف تنظر إلى هذا الرقم المرعب والمخيف شكرا جزيلا حقيقة بداية يعني اسمح لي أنه أقدم الشكر لكم لقناة الرافدين على هذه التغطية الخاصة بهذا الموضوع لأنه تقرير حقيقة مفجع تقرير محزن ومن خلالكم اسمحوا لي أن أوجه دعوة للحكومة إذا هي تمتلك الجرأة وحرية الرأي أن تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام لأنه هذه فاجعة كبيرة خمسة مليون طفل يتين ما يعكس ما يقارب لثلاثة مليون ضحية ثلاثة مليون إنسان حراقي غادر الحياة لأسباب عديدة القتل المباشر وغير المباشر وسوء الخدمات وهذا يتحمل مسؤولية حقيقة الحكومة تحمل حقيقة مسؤولية الحكومة أي حكومة أجتاد نوري كل الحكومات التي تزعمت السلطة من 2003 لحد اليوم جميعهم لأن هذه الحكومات هي ناتجة عن ما بعد الاحتلال العراقي من قبل الاحتلال العراقي من قبل القوات الأمريكية واستغلال هذا الفراغ السياسي وإدارة الدولة الهش من قبل إيران استحوذوا على كل مقدرات البلد وتركوا البلد يعني يسير في أو الناس يعني حقيقة تعيش في أزمة في بركة خلي نسميها من الدماء الآسنة يعني القتل على الهوية كلها شهدناها يعني هذه الفترة نتاج هذه السنوات المضت إذا حكومة حقيقة وهم آنين أنا أرجع أقول مرة ثانية أقول الحكومة اليوم الحالية اللي هي بها كانوا ناس يدعون لحقوق الإنسان وكانوا يتحدثون مع كل تقرير يصدر مثل هذا النوع في بياناتهم لأنهم كانوا يمثلون منظمات حقوقية ويمثلون منظمات صحفية خلي اليوم يوقفون هذه الوقفة ويدعون إلى حداد حقيقي لأن هذه نكبة هذه كارثة ذنعيشها ويدعون كل منظمات الدولية إلى مساعدة العراق خمسة مليون لا يمكن لحكومة العراق لا يمكن لهذه القوة السياسية الموجودة العالية اليوم قادرة على تربيتهم بطريقة صحيحة اليوم مسؤولية الحكومة خلق لهم يعني كل مستلزمات الحياة توفر لهم المفروض لحتى يكونون حتى يندمجون بالحياة حتى يعيشون حياة كريمة حتى يتربون تربية صحيحة حتى يقدرون يدرسون يتعلمون تتوفر لهم كل ما يحتاجون من قضايا صحية وغيرها يعني إذا كان هناك خمسة مليون يتيم وأنت قلت بمعنى أن هناك ثلاثة ملايين أب قد فقد فقد إذن هناك ملايين من الأرامل أستاذ نوري أحسنت ملايين من الأرامل وكذلك طبعا بالمناسبة لابد من الذكر يعني هسنا من خلال أعداد اليتامة من خلال هذا التقرير عرفنا ما يقارب إجقد عدد الناس اللي فقدناهم بالقتل ذول اللي عندهم أولاد بس إجقد ما كان عندهم أولاد إجقدهم شبان شبان لا ما زالوا في بداية حياتهم ذهبوا ضحية هذا الصراع اللي دانعيشه صراع السياسي اللي سحبوه على الصحبوه اجتماعيا بعنوان الطائفي وخلوا القتل على الهوية والقتل بالشوارع وبهذه الطريقة طيب أستاذ حنان أيضا جاء في تقرير المفوضية أن هناك 45 ألف طفل بدون أوراق رسمية بتهمة انتباء انتماء آبائهم وذويهم إلى تنظيم داعش هذا الرقم الكبير ما الذي يمثله بالنسبة للأطفال على المستوى الاجتماعي نعم نعم طبعا لما تمتنع الدولة العراقية أن منح أطفال العراق الأوراق الثقوتية بحجة أن آبائهم ينتمون إلى تنظيم داعش طبعا هاي التهمة اللي تم وصمها بكل سكان مناطق محافظات نينوى والغربية هي بذلك طبعا تخالف وتنتهك بنود القانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الأطفال التي تنص على حق تسجيل الأطفال في تجلات الدولة فور ولادتهم والاعتراف بشخصيتهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والمعركية والتعليم لهم فبهذا القرار الحكومات العراقية تقلق مشاكل اجتماعية كبيرة منها أولا عدم استطاعة الطفل للالتحاق بالمدارس عندما يصل إلى سن الذهاب إلى المدرسة بسبب عدم لأنه لا يمثلك للأوراق الثبوتية مما يتسبب في تأخره في الدراسة كما أنه لن يستطيع الحصول على حقوق المادية من بطاقة الحصة التموينية وبهذا يصل كاهل العائلة بمصاريفه وهم صغار أما إذا كبروا هؤلاء الأطفال والدولة العراقية لم تحل مشكلتهم ستتسبب بمشكلة خطيرة وهي مشكلة فئة يعني يصير عندنا فئة غير حاملية جنسية مثل ما موجودة هذه المشكلة في بعض الدول العربية المجاورة يعني بالرغم من أن قانون الجنسية العراقي جديد إذا تقرونه تجدون أن هناك خوانين سهلة جدا تسهل حصول الجنسية لغير العراقي اللي يقيم في العراق لمدة سنة طبعا من وجهة نظرنا أن هذه سياسة تغيير ديمغرافي لسكان محافظات نينوى والغربية بمحاولة عدم إعطاء هؤلاء الأطفال الأوراق السبوتيين طيب أستاذ نوري مؤشر المفوضية أيضا تحدث بشكل مفصل عن اعتقال عدد من الناشطين والصحفيين طبعا يضاف إلى عملية تقارير أخرى يتحدث عن قتل وتغييب الناشطين والمدونين برأيكم إلى أين تمضي حرية الصحافة والتعبير في العراق في ظل هذا الجو من الترهيب نعم أستاذ محمد خلي بس إذا تسمح لي في التعقيب بسيط يعني العدم منح أو عدم منح المستمسكات أوراق ثبوتية للأطفال يعني كانوا آباءهم هم عناصر من تنظيم داعش نعم عراقيين بالأصل أو غير عراقيين يعني حسب نوع أهم الأم أيضا نعم مو فقط خالف القانون حماية الأطفال دوليا وغيرها مخالفة دستورية وشرعية طيب بالنسبة للعراقيين لأنه لا تزر أزرة أنه أزرة أخرى يعني شنو ذنب الطفل يتحمل مسؤولية أبو مثلا إن كان مجرما في أي نوع من الإجرام يعني ما لا علاقة اثنين الدستور كفل لكل عراقي اللي ينتمي لأحد الأبوين لأحد الأبوين الأم أو الأب عراقيين هم خلص الطفل يأخذ المستمسكات الجنسية نعم وإلى حقوق العراقي بالكامل التعليم والصحة والسكن وغيرها كل هذا كفل الدستور وهذا مخالفة دستورية وشرعية مع الأسف لم ينظروا إلى هذه الأمور ولكن حتى قضية التشريح ينظرون فقط يعني ما يروق لهم نعم كان دستوري أو قانوني أو شرع حريات الصحافة وحريات الرأي بالعراق بشكل عام أنت تعلم وأنا وأنت نحن صحفيين نعم ونعرف كل الزين نحن ما عندنا حريات نعم الحريات الصحفية معدومة في العراق الصحفي إذا أراد أن يعمل بشكل مستقل أذار إذا أراد أن يعمل بكلمة يعني بكلمة محايدة المضايقات وكل أنواع المضايقات يعني على سبيل مثال مو فقط بالمناسبة مو فقط التهديدات في تصفيات الجسدية نعم هي هذا تمنع حريات التعبير نعم لا أسلوب عدم أو قطع التموين على الصحافة الحرة المستقلة لأنه شوف السحنة عندنا بالعراق مع الأسف الحكومة الحكومة العراقية من 2003 لحد اليوم ما تراقب ما تدقق الإعلانات الحكومية ألمان جاي تروح جاي تروح ألمان جاي تروح حسا حالية تروح للمؤسسات الإعلامية الحزبية واللي هي مو مؤسسات صحفية جريدة تلفزيون راديو هذا مو مؤسسة صحفية هذا مؤسسة أعلامية تابع الحزب المؤسسة الصحفية التي تعمل بحياد وتنحاز بشكل عفوا مباشر للشعب بمعنى أنه هي ناطقة بلسان الشعب لأنه هي محايدة ليس لها علاقة بأي حزب الكار هذه محرومة من أي إعلان حكومي محرومة من أي إعلان حكومي ليس فقط إعلانات الحكومية حتى الإعلانات التجارية للشركات الكبرى التي موجودة بالعراق لأن هذه الشركات الكبرى عليها مضايقات من قبل الحكومة ما تطع إعلانها هم فقط للمؤسسات الإعلامية الحزبية فهذا هم نوع من التضييق طبعا هذا تضييق الصحافة الحرة والحريات تقدر تشتغل بدون تمويل هذا أهم جانب هذا أمضى حقيقة من السلاح التهديد لأنه العراقيين معروفين ببسالتهم وشجاعتهم وعدم ترددهم في كلمة الحق ويشتغلون بالصحافة في بعض الأحيان أنا أقولها بعدة محافظ صحفية أقول لدينا صحفين ولو هم قلل يعني قليلين حقيقة دا يشتغلون ويتحدون القمع يتحدون القمع يتحدون مصادرة آراءهم بلحمة راحهم دا يشتغلون ما عندهم تمويل دا يشتغلون بجهود شخصية المهم يوصلون كلمة صادقة ويقولون إحنا موجودين كصحفيين مستقلين وأحرار بس يعني تأثيرهم حقيقة قليل والسبب هو تأثيرهم قليل لأنه الماكنة الإعلامية الحزبية اللي موجودة اليوم بالعراق مغطية الساحة بشكل واسع وكبيرهم وممولة بشكل واضع نعم فالمؤسسات الإعلامية المستقلة قليلة جدا سببها هذه العوامل التهديد المباشر وغير المباشر والتضييق المالي طيب هي الحكومة مثلا هي الحكومة يعني لماذا تخشى من الأقلام الحرة أستاذ نوري يعني عادة الإعلام يعالج المشاكل ويضع لها الحلول ويقدمها إلى الحكومات المتعاقبة هذه معروفة في كل الدول يقدم الحلول لكن ما الذي يعني يخيف الحكومة من الإعلام الحر المستقل لأن الحكومة هي يعني الحكومة الحالية الحكومة بالمناسبة يعني أنا أكثر من مرة أم قلتها الحكومة ليس هي مجلس الوزراء بالمناسبة الحكومة ليس مجلس الوزراء الحكومة كل الموظفين بالدولة العراقية يمثلون الحكومة كل الموظفين بالدولة العراقية يمثلون الحكومة في بعض الأحيان تلقى موظفين يعني بدرجات وظيفية أقل من الدرجات الأخرى هم يمنعون الصحفيين من الوصول إلى المعلومة لأنه الفساد مستشرب كل الحكومة فالحكومة للصحافي الحور من يكتب يكشف حقائق هذه الحقائق هو ليس الصحفي سيطالب بها الحقائق منكشفها الحكومة ستكون ملزمة أمام الناس بمعالجتها والحكومة لا تريد تعالجها هذه بصراحة الحكومة لا تريد تعالج هذه المشاكل لأنه الفساد مستشرب كل الحكومة بالضبط والحكومة هي نتاج من؟ نتاج هذه الأحزاب المستفيدة من الفساد فبالتالي من اللي يريد يعالج؟ فأكيد بالتأكيد الحكومة تخشى أي كلمة صادقة كلمة حرة حتى ما تكشف حقيقتها أمام الجمهور أستاذ حنان أيضا لو نناقش أيضا فيما جاء في التقرير أن هناك أربعة ملايين ونصف المليون طفل عائلاتهم تعيش تحت خط الفقر وبالتالي هي غير قادرة على توفير حياة كريمة لهم إذا ما بقيت الأمور سؤالا جدليا يعني يطرح نفسه إذا ما بقيت الأمور هكذا إلى أن سينتهي المطاف لهؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم؟ نعم يعني نحن الآن نتكلم عن وجود انتشار العمالة عمالة الأطفال التي تتحملها الدولة العراقية وأحزاب السلطة تتحمل هذه الجريمة بسبب الفساد والسرقات والأداء الضعيف التي جعل سلطة العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حسب آخر تقرير لأصدرتها الأمم المتحدة بالرغم يعني من أن العراق يعد من أغنى دول العالم فهو لم يستطع أن يوفر ضمانات اجتماعية للأسر الفقيرة مما اضطرهم أن يرسلون أبنائهم إلى سوق العمل لمساعدتهم على تكاليف الحياة هذا بالإضافة طبعا إلى السياسات التي تبعتها الحكومات المتعاقبة في استقبال العمالة الأجنبية وتعطيل الألطاقات العراقية مما ساهم بإفقار الأسر العراقية أكثر وجعل الأصفال يتسربون من المدارس وينخرطون في سوق العمل لعانة أسرهم ويتم أيضا استقطابهم وتجنيجهم بالميليشيات وبالعصابات الإرهابية كما أن المجتمع الدولي يتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية وتحديدا المنظمات الرسمية وغير الرسمية التي لا تمارس الضغوط الجدية على الحكومات العراقية وفرض العقوبات عليها عند انتهاكها هذه القوانين والأعراف الدولية ولا تعمل لتنهي هذه الأزمات لأن هذه الحكومات هي إنتاج منظومات الفسادة نعم سيدة حنان بالدرجة الأولى من يتحمل مسؤولية وصول أربعة ملايين ونصف مليون تحت خط الفقر في العراق هل يتحملها مثلا الاحتلال الأمريكي الذي جلب معه هذه الشلة من السياسيين أم تتحمله الحكومات المتعاقبة بالدرجة الأساس من يتحمل مسؤولية وقوع العراق أربعة ملايين ونصف مليون رقم غير طبيعي ورقم مخيف ومرعب من يتحمل مسؤولية بالدرجة الأساس؟ طبعا بالتأكيد هو الاحتلال الأمريكي والغزو الغير شرعي الذي حدث للعراق أمريكا هي المسؤول الأول والأخير إضافة إلى ذلك حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية في 2011 هي نصبت حكومات تابعة لها هذه الحكومات أيضا تتحمل هذه التبعات وأنا هنا أيضا لا أعفي دور المجتمع الدولي والمنظمات الرسمية وغير رسمية يعني منظمة يونامي لما موجودة من 2003 للآن وكل سنة تبعث تقارير دورية لمجلس الأمن حتى ترصد ملف العراق وترصد كل شيء في العراق ترصد التطور، ترصد التعليم، ترصد إدارة الدولة، ترصد الانتهاكات طيب يعني في كل تقاريرهم لم نجد جملة تتحدث عن عمالة الأطفال لم نجد جملة تتكلم عن تسرب أطفال العراق من المدارس وينخرطون إلى سوق العمل أو عن تجنيد الأطفال فأيضا هذه المنظمات الدولية الرسمية وغير رسمية تتحمل جزء من هذه المسؤولية لأنها لا تنقل تقارير شفافة إلى المجلس الأمن اللي بالتالي ممكن اعتمادها لتحويل جرائم حقوق الإنسان في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية نعم أستاذ نوري كما تفضلت الأستاذ حنان هناك أربع ملايين ونصف مليون تعيش عائلات هؤلاء تحت خط الفقر وبالتالي هي غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة ولكن أستاذ حنان عرجت إلى موضوع المجتمع الدولي هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي في إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة ولهذه المشكلة؟ طبعا أنا بداية أسمحني أثني على أستاذ حنان موقفها حقيقة وتعبيرها الدقيقة على أنه المجتمع الدولي هو المسؤول نعم الآن نحن كعراقيين يجب أن نثبت مسؤولية المجتمع الدولي قبل غيره طيب يعني نحن كنا نتحدث باستمرار على أنه المسؤول الأول هو الاحتلال الأمريكي طيب ما بعد الاحتلال الأمريكي ومن شرع الاحتلال المجتمع الدولي هو اللي أقر الاحتلال وحمل المسؤولية الأمريكان ولكن ما بعدها المجتمع الدولي الآن يتعامل مع العراق على اعتبار أنه دولة غير محتلة وتخرج تقاريرها باعتبار أنه العراق دولة غير محتلة ودولة ذو سيادة وآخرها نتائج الانتخابات التي سابقة حقيقة مجلس الأمن يعترف بها ويصادق عليها وما دخل مجلس الأمن بانتخابات بدولة هم يعدون هذه هي من دول العالم الثالث بالتالي المجتمع الدولي اليوم مسؤول بشكل مباشر على كل ما على نتائج كل ما ورد في هذا التقليل من عداد الأرامل عداد اليتامة قتل المواطنين العراقيين الذين قتلوا بدون سبب بهذه الجريمة كل المجتمع الدولي هو المسؤول الأول ولازم يكون عندنا حقيقة يعني نشطانا خصوصا الحقوقيين اللي نشطون على الصحيد الدولي لازم يعدون مذكراتهم ويحاسبون المجتمع الدولي على ما وصل إليه العراق المجتمع الدولي الآن لا يعول عليه لأن المجتمع الدولي اللي إذا تمثله بلا سخرت بلا سخرت في العراق اليوم هذا أبدا لا يعول عليه لأنه هي اليوم قاعد تفتر بالعراق تريد تقنع العراقيين والمجتمع الدولي على أنه الانتخابات التي جرت في العراق وهي مسرحية كبرى هي نزيهة وصحيحة ويجب أن تنتج حكومة وفق مخرجات هذه الانتخابات أي مجتمع دولي نتحدث عنه بهذه الطريقة هذا المجتمع الدولي لازم يعرف أنه الذي يدور بالبلد اليوم يدور بطريقة غير صحيحة بالمطلق لا عن طريق منظمات الدولية وممثلة الأمين العام للممتحدة ولا عن طريق دولة الاحتلال ولا الدولة الجارة إيران التي تقدم مساعداتها على اعتبار مجاني ما مصلحة ممثلة الأمين العام بأنها تنقل صورة غير الصورة الحقيقية للعراق يعني هل هناك ربما اتفاقات من تحت الطاولة لا أريد أن هسا هو احنا من الصعب من الصعب هسا نثبت أنه هي مرتشية أو من الصعب هي نثبت هي متفقة ولكن ما يظهر نعم ما يظهر أنه هناك رغبة دولية يعني المجتمع الدولي هناك رغبة دولية على تمرير وضع العراق على ما هو عليه طيب يعني ابقاء العراق على ما هو عليه ثورة تشرين الذي خرج بها هؤلاء الشبان اللي هم آلاف حقيقة من الشبان وأيدوهم أيدهم المجتمع العراقي بملايين التظاهرات خرجوا الناس بالملايين طيب زين أيدوهم وملو الشوارع لحمايتهم والدفاع عنهم هذه كلها غابت عن المجتمع الدولي نعم والمجتمع الدولي يعتقد بأنه الانتخابات التي لن يشارك بها الشعب العراقي نعم الشعب العراقي لم يشارك في هذه الانتخابات يجب أن يعرف المجتمع الدولي أنه العراقيين ما شاركوا بهذه الانتخابات اللي شاركوا فقط المتحزبين فقط المتحزبين اللي شاركوا بهذه الانتخابات بالتالي نتائجها يفترض أنه ما تكون ملزمة للشحب العراقي وإعادة النظر بكل ما جرى في العراق في العملية السياسية برمد عملية سياسية مبنية على أساس المحاصصة الطائفية وهي الراعي الرسمي للفساد المستشري في الحكومات لا يمكن أن تنتج أي شيء إيجابي للعراق مشاهدين ضيوفنا الكرام انفوغرافية تناول أبرز ما ورد في تقرير مفوضية حقوق الإنسان في العراق فلنتابع مفوضية حقوق الإنسان في العراق إذن مشاهدين الكرام نناقش في هذه التغطية للتذكير ليس أكثر الأوضاع المتردية في العراق في ضوء التقرير الجديد لمفوضية حقوق الإنسان في العراق أستاذ حنان يتحدث التقرير عن وجود مليون طفل عراقي اضطروا لدخول سوق العمل وأنت تفضلت به ولكن دعينا نناقش الأمر بأكثر عمقا دخلوا سوق العمل بسبب حالة الفقر والعوز لعائلاتهم لكن هنا من يتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال الذين فقدوا فرصة التعليم وتم تشغيلهم بمهن منهكة للأطفال من يتحمل هذه المسؤولية نعم نعم سيد الكريم طبعا أنا أعيد وأكرر من يتحمل المسؤولية هي الحكومات العراقية المتعاقبة وأحزاب السنطة التي كانت هي أساس منظومات الفساد على مدى 18 عاما يعني وباعتراف الأمم المسحدة أنهم ألطلوا العراق إلى أن ثلث سكان العراق يعيشون تحت خط الفتر والعراق هو البلد الأغنى عالميا فبالتأكيد أحزاب السنطة وميليشيات الحجد الشعبي هي من تتحمل هذه التابعات لأن الميليشيات التي تتحكم في كل مفاصل الدولة وجميع يعلم اليوم أنها تتحكم أيضا بالمكاتب الاقتصادية في كل محافظات العراق والوزارات في العراق موزعة وفق المحافظة ويتم نهب وسرقة ميزانيات الدولة واتخاذ سياسات قاطئة يعني مثلا استقدام أمالة أجنبية وترك المواطن العراقي يعاني يعاني الفقر والعوز لإجباره على الالتحاق بالميليشيات الحجد الشعبي كل هذه السياسات التي تتبعها أحزاب السلطة العراقية هي من تتحمل هذا الحال الذي وصل إلى أطفال العراق الذي جعلهم يتركون المدارس جعلهم يتجهون إلى سوق العمل لإعالة ذويهم وأهاليهم والعمليات العسكرية أيضا التي تسببت بتيكينهم مما جعلهم ليس لديهم معيلين يطرفون عليهم ويعيلوهم أستاذ نوري أيضا تحدث التقرير وأنت ذكرت في مقدمة كلامكم بأن بعض الذي توفي من الآباء مات بسبب سوء الخدمات المقدمة للشعب العراقي التقرير توافق مع نظريتكم حيث تحدث عن تهشم البناء التحتية في العراق خاصة إذا ما تناولنا موضوع الطرق التي باتت مصائد للموت وذلك من خلال الحوادث المميتة وأرقام كبيرة تسجل في هذا الإطار في ذلك ولكن في ظل تخصيص الموازنات الكبيرة ألا تستطيع السلطات في العراق أن تخصص جزءا منها لإصلاح الطرق في العراق؟ هو حقيقة يعني أكفت شيء يعني دائما دائما انذكره نعم ودائما يتحدثون بي ويتذرعون بالعجز المالي الموازنة نعم وهذه كذبة حقيقة هم أيضا كشفوها نعم في سنة الثالثة من الدورة الانتخابية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم نعم رفض التوقيع على مشروع قانون الموازنة لأنه العجز المالي اللي كان موجود مو حقيقي نعم يعني كل مشروع يقدم ويصوتون عليه ويضعون عجز مالي على أساس من البعدين يكملوا هو هذا العجز مو حقيقي يعني هو موجود بداخل الموازنة طيب وهم قاصدين هذا التقصير قاصدين هذا التقصير حتى ينحشون الفساد طيب حتى ينحشون الفساد وأكو تخصيصات وأكو أموال ويكذب من يقول العراق لا يمتلك مال العراق فقير ولكن يسرقونه ولكن يسرق نعم العراق لديه أموال وأمواله تكفي يعني لسد حاجة العراقيين بالكامل وبناء وعمران جديد مو أصلاح نعم يعني نحن طرق عندنا موجودة نعم يرادلها إدامة إدامة نعم باستمرار لو موجودة الإدامة إحنا ما نوصل لهذا الحال صحيح والإدامة يفترض أن تكون يعني بديهيا الإدامة يفترض أن تكون من الضرائب اللي جاءت تستحصلها الدولة من سواق المنشآت سواق التكسي سواق كل دولة تدريش قد يدفعون خطيئة الضرائب هسه نعم لأنه قاعد سزيدوها عليهم نعم جاء يدفعون أموال حقيقة لو بعدين لو يتم أحصائها بطريقة صحيحة لو الحكومة شفافة وتعلن شقد يعني تجبي ضرائب للنقل تحديدا كان الأموال التي تأتي بهذا المجال كافية لإصلاح كل الطرق العراقية بل وإنشاء طرق جديدة أستاذ نوري الحكومات المتعاقبة لم تفصح لمرة واحدة عن مدى الدخل اللي داخل إلى العراق وأين يصرف يعني أين تذهب الأموال حقيقة شوفوا الحكومة الحالية نعم الحكومة الحالية اللي هي تدعي أنه جاءت من تشرين نعم وهي جاءت لمحاربة الفساد طيب ووضع الأسس لإصلاح والطريق الجديد بإنشاء دولة شفافة طيب أو الحكومة شفافة طيب هي الحد اليوم ما علمت زيادة الزيادة في سعر الدولار نعم في سعر عفوا في سعر البرميل للنفط وين صرفتها بالضبط كل سنة الموازنة تقار بقيمة ما يقارب 45 دولار نعم بينما البرميل ينباع بـ 80 و 85 و 60 و 70 في بعض السنوات وصل لـ 120 بالضبط وولا سنة من السنوات الحكومات كشفت هاي الفائض وين انصرف وين وشلون انصرف وين من راح أبدا كل سنة نسمع أنه الميزانية خاوية والميزانية بها عجز أستاذ نوري يعني هي حتى الضرائب التي تقهذ من المواطن مثلا حتى على المهاجرين خارج العراق عندما تذهب إلى أي معاملة في القنصلية هناك 20 دولار يستحصل أين تذهب؟ يعني أشوف أكو دول دول بالعالم شكل عام أكو دول هواية ما عدهم الخيرات اللي عندنا نعم يعني ما عدهم ثروات طبيعية طيب ما عدهم إيرادات الحكومة ما تفذل بها جهد نعم إيرادات طبيعية هاي تعتمد على اليمن تعتمد على الضرائب نعم والضرائب اللي هي هاي تفضلت بيها يعني اللي يدفع مال إصدار جواز بالضبط مال الجنسية نعم مال تأمين الصحي وغيرها صحيح كوم الضرائب يعني إذا تحسب الضرائب اللي موجودة عنده على العراقيين عناوين ما أنزل الله بها من السلطان أصلا صحيح بالتالي هاي واردات هو تساؤل هاي واردات ها وين تروح بالضبط وشون تنفق بالضبط وإلما يجي واحد يقول والله مو الحكومة كل ميزانياتنا طبعا كل ميزانياتنا هي تعد تحت شنوه تحت يعني أكثر من 80% 85% كل سنة هي ميزانية تشغيلية ميزانية تشغيلية شنية رواتب خوش هاي الرواتب احنا جد عندنا موظفين هما يقولون 4 مليون الحد اليوم ما أثبتت الحكومة بأنهم 4 مليون عدد الحد هسا العدد المسجل يعني وفق الإحصائيات ما يتجاوز المليون ونص زي المليون ونص الباقي وين غير الحكومة الدقق صحيح يعني مليون ونص موظف ممكن فائض ما موجود الموظف أصلا وهاي الحكومة جاء تنفق رواتب إلهم بدونها ووزير التخطيط اعترف بذلك نعم وزير التخطيط قال إنه إحنا طلبنا أعداد الموظفين للوزارات أغلب الوزارات مانطتنا الأعداد لهم تعرف هاي الأعداد زين شونت الطرواتب بدون ما تعرفوا أعداد الموظفين نعم يعني صغر وبالتالي تتم السرقة سرقة مقننة بهذه الطرق بهذه الطرق يعني أنت عاني عندي رواتب أقول 5000 موظف خوش وين هم تمعليك طيني موال 5000 طيب أستاذ نوري سأعود إليك ولكن أستاذ حنان تقرير المفوضية يعني تناول ظاهرة السكن العشوائي في بغداد وبقية المحافظات في العراق هذه الظاهرة كما تعرفون يعني آخذ بالاتساع والتمدد لكن هل هناك مخاطر اجتماعية لانتشار وترسيخ ظاهرة السكن العشوائي نعم بالتأكيد ظاهرة السكن العشوائي طبعا انتشرت مع انتشار معدلات الفتاد الحكومي المالي والإداري اللي جعل من ثلث سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر لا يستطيعون توفير العيش الكريم بعد أن تخلت الدولة عن مسؤولياتها فنجد أن العوائل يعني أراد يلجأت إلى ممتلكات الدولة وتجاوزت عليها من مباني ومدارس ومصانع مهجورة وسكنت في مساكن لا تتمتع الدرجة من الأمان ولا الخدمات ولا الصحة تنتشر بها الأوبئة والجرائم وطبعا بسبب الفقر خاصة الآن مع زمن الوباء انتشرت الأمراض إضافة إلى السلوكيات غير المنضبطة للأطفال الذين يتركون المدارس بسبب غلاء المعيشة وينخرطون في سوق عمالة الأطفال وانتشار المخدرات والجريمة وزواج القاصرات بين صفوف هذه العوائل التقيرة لأنهم بعيدين عن رعاية واستمام الأجهزة الحكومية فبالتالي ازدادت المشاكل الاجتماعية وايضا تتمددت هذه مجتمعات العشوائيات نجدها انها تنتشر وتتمدد وتزحف إلى المدن وطبعا اريد ايضا ان اذكر نقطة ان الدولة الاحزاب الحكومية وميليشيات الحشد وعصابات داعش كانوا ايضا سبب رئيسي في حدوث هذه العشوائيات يعني سابقا احنا كنا نرى هذه الظاهرة في بعض الاحياء الريفية لكن اليوم نراها تنتشر في المدن العراقية نعم طيب سيد نوري يعني لا نغادر هذه النقطة يبدو ان العراق كله يتجه الى موضوع العشوائي في السكن هناك ليست هناك خطط حكومية للقضاء على هذه المشكلة هذه الظاهرة باتت تشوه الطراز العمراني لبغداد والمراكز الحضارية في المدن لكن هل الحكومة تعي خطورة هذه الظاهرة شوف ظاهرة العشوائيات في السكن نعم تم استغلالها سياسيا لقوة سياسية يعني استخدموا هذا الملف في في الانتخابات في الترويج لأنفسهم في الانتخابات نعم كل هذه السنوات المضت طيب بالتالي ما كان عندهم نوايا صادقة في حل هذه المشكلة تمام لأنه حل هذه المشكلة معناتها ملف أو باب للتصويت لهم رح ينتهي رح ينغلق صحيح لأنه حقيقة أنه استقرار الإنسان بكل مجالات بكل المجالات استقرار الإنسان في سكن محترام في راتب يأمن له سبب العيش يعني رزقه نعم رح يبدأ يستقر من رح يبدأ يستقر رح يبدأ يفكر صح وبالتالي هذا هم ما مطلوب بالوقت الحالي هذا ما مطلوب ما مطلوب أنت تفكر صح فكر بس انتخبني فاستغلال هذا الملف سياسيا وتجهيل المجتمع وتفقير أكثر هو لمصلحة المستحوذين على السلطة اليوم نعم بالتوجيه أو سعي إلى تحسين أوضاع الناس اجتماعيا اقتصاديا تنعكس عليهم على وضاحهم الاجتماعيا بالتالي رح يستقرون اقتصاديا واجتماعيا فيبدي يفكرون يبدي يدرسون يبدون هما نسبة الوعي ترتفع عندهم هو تكون عندهم الرغبة للمشاركة بالعمل السياسي صحيح لأنه عند استقرار يعني أنا إذا الإنسان يعني يشتغل من الصبح لليل يادوب ويأمن رزق عائلته ومراه ترجع ما جاي إلا مو واي نسبح إحنا ولد المجتمع يعني يقول له شلوان يقول له وليه طلع اللاقة ويقول له يوم تطلع ويوم ما تطلع مو يجي هذا شغله تماما هذا شغله مو شغله بس هذا أبعده تماما عن المشهد السياسي والمشهد السياسي يرتبط بالمشهد الاقتصادي يرتبط ببناء الدولة فلما يجي هذا الإنسان اللي هو مشغول كل وقته بس يريد يعيش بس يريد يعيش لما يجي ويوم كل أربع سنوات يوم يوم واحد كل أربع سنوات يوضع بصمته من أجل بناء الدولة ما راح يصوت بالطريقة اللي هي متاحة إليه وغالبا ما هم ما دولا ما لهم علاقة ما يجون ولا يشاركون لا يصوتون ولا يشاركون فبالتالي عشوائية السكن هي الهدف من عندها عشوائية أصلا التفكير بالطريقة الصحيحة تجهيل المجتمع حتى وزير الداخلية يعني صرح في مرة يقول أن العشوائيات هي بؤرة للجريمة يعرفون هذا الشيء طبعا يعرفون هذا الشيء خلوش منو ما نعكم ما تسمون قضية العشوائيات صار 21 سنة طيب نعم صار 18 سنة صار 18 سنة أنتم موجودين بالسلطة بالضبط والعشوائيات تزيد متقل نعم تزيد متقل شن اللي حليته وكل سنة يعني كل أربع سنوات نحن نشوف نواب لازمين فايلات ويصيحون دولة راح نملكهم صحيح تنتهي الانتخابات ويبقون دولة مثل ما هم لاحظهم ما يلاحظهم كهرباء حوائلهم بسيطة طيب أستاذ أحنان في سؤال الأخير إلى جنابكم الكريم أيضا تحدثت تقرير عن آلاف الشكاوى المقدمة على خلفية العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء هل انعكس العنف المتصاعد في العراق على موضوع سلوك الأسر العراقية وبالتالي أصبح العنف هي سيمة سائدة داخل المجتمع العراقي نعم بالتأكيد إذا كان المجتمع تحكم الميليشيات والتقاليد والأعراف العشائرية ولا توجد سلطة المؤسسات الدولة حتى تحمي حقوق الفرد والفئة الأضعف اللي هم النساء والأطفال والمسنين أيضا رح ينتشر العنف في المجتمع يعني خاصة عند عدم تنفيذ السلطة التنفيذية للقانون ضد المجرمين أو المعنفين أو منتهكي حقوق الإنسان بسبب ارتباطاتهم الحزبية أو القبلية العشائرية أو إنهم مرتبطين برجال دين يعني وهذا بالإضافة إلى أن السلطة القضائية والتنفيذية أصبحت مسيسة وغير استقلالية وغير نزيهة كما أود يعني أن أذكر نقطة أن الآن يتم استغلال القانون 111 اللي هو مادة 41 لتخفيف العقوبات على المعتدين على الزوجات وعلى الأطفال بحجة حق التأديد وطبعا إحنا رأينا أن أغلب حالات العنف تسبب بها مدمنون أو منتسبون إلى الأجهزة الأمنية والميليشيات فيتم استغلال هذا القانون صالفهم لذلك أنا يعني من خلال قناتكم أطالب المشرعين والبرلمان العراقي بتفعيل قانون مناحظة العنف الأثري اللي بقى لسنوات في أدراج البرلمان كانت معنا من أمستردام الأستاذ حنان عبداللطيف المدير الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا شكرا جزيلا لانضمامك إلينا أستاذ حنان أستاذ نوري مع تصاعد حالة الشد والجذب بين الأطراف المتصارعة في العراق تعتقد أن الملفات التي تحدث عنها التقرير والتي صلتنا الضوء عليها في هذه التغطية تعتقد أنها آخذ بالسوء أم تتجه نحو الحلول قبل شوية حتنا على تشكيل الحكومة الجديدة هذا الصراعات هو نتاج الانتخابات والذي يفترض أنه تنتج حكومة جديدة وهذه الحكومة الجديدة هي غير قادرة على حل هذه الملفات الملفات التي موجودة التي صلت الضوء عليها التقرير ملفات كبيرة ملفات بحاجة إلى دولة مستقرة حتى تقدر طبعاً موحدة بالمناسبة دولة مستقرة بمساعدة المجتمع الدولي حتى تقدر يعني توضع على الأقل يعني بداية مشاريع الاستقرار لمثل هكذا ملفات ما يشهد العراق من صراع داخلي وصراع خارجي وتأثير الخارجي يعني طبعاً على الصراع الداخلي لا يمكن أن ينتج حكومة قادرة على حل هذه الملفات يعني الأيتام حيزيدون والأرامي حزيد أكيد مع الأسف لازم نكون صريحين مع الناس ونكون صريحين مع نفسنا ماكو حلول ماكو حلول ضمن إطار هذا المنجز في الانتخابات ماكو حلول وفق ما ينتج عن صراعات هؤلاء السياسيين في اجتماعاتهم المغلقة والعلنية بالتالي الحكومة اللي راح تخرج ما راح تكون حكومة تمتلك القدرة حقيقة على حل هذه الملفات لأنه أولا راح تطلع حكومة تريد ترضيهم هم هسا كل سعيهم هذا الصراع يردون يشكلون حكومة ترضيهم فأرضائهم ما يرضي الشعب أرضائهم ما يحقق حقيقة يعني الخدمات ما يوفر الخدمات ما يبني مجمعات سكنية جديدة يعني يسيرة سهلة الحصول عليها من قبل الناس البسيطة يعني مجمعات قبل فترة أسمع من أصدقاء أيضا هناك مجمعات المناسبة جديدة في بغداد لكن لن يسكنها بس السقب 250 مليون من عنده 250 مليون يعني ما يستحون بصراحة هايش أرتقول يعني الحكومة العراقية لما تدعم أو تطي مناقصات لشركات تبني مجمعات سكنية في بغداد 250 مليون يعني ربع مليار ربع مليار نعم من عنده ربع مليار هو صحيح من عنده يعني من عنده ربع مليار من العراقيين اليوم وفق هذا الوضع يعني يفترض أنه الحكومة أول مرة تفكر بالمشاريع وطأة الكلفة حتى توفر سكن للناس الفقراء يعني اللي عنده هذا المبلغ ما يحتاج توفر لأنت والحديث في ذلك يطول ولكن مع الأسف انتهى وقتنا أستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي شكرا جزيلا لحضوركم هنا في قناة رافدين شكرا جزيلا مشاهدين الكرام الشكر وموصول لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة